جائزة أردنية ذات أبعاد دولية انطلقت منذ 27 عام انطلقت في مدرسة البكالوريا عام 1984 أهم مبادئ هذه الجائزة هي الفرصة والتحدي والتي توفرها برامج هذه الجائزة بلغ عدد المشاركين فيها خلال 27 عام اللي مرأوا 55 ألف مشاركة أردنية هذولا عاشوا تجربة هذه الجائزة الجائزة هي جائزة الحسن للشباب معنا اليوم لنحكي عن الجائزة الست سمر كلداني وهي مديرة جائزة الحسن للشباب والمستشارة الإقليمية للدول العربية مرحبا ست سمر مرحبتين أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا سمر هل أنت وكبت الجائزة منذ بدايتها من الأربعة وثمانين بدأتك متطوعة والآن أنت مديرة الجائزة فأكيد أنت خير من يخبرنا عن هذه الجائزة خلينا نبلش أول شيء من وين إيجت فكرة جائزة الحسن للشباب شكرا لقناة رؤيا وللإصطدافة الكريمة وبسعدني دائما أني أتحدث عن جائزة الحسن للشباب حتى عبر السبع عشرين سنة الماضية وفي هذا الصباح الجميل صدقا جائزة الحسن للشباب يعني هي جائزة أردنية كما تفضلتي وفكرتها أتت من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم والاهتمام سموه في ذلك الحين بعملية التطوير التربوي وتقديم التعليم الصفي أو الأكاديمي داخل الغرف الصفية ويصاحبه التعليم اللاصفي أو التعليم الغير رسمي خارج الغرف الصفية ففكرة الجائزة هو استثمار الأوقات الحرة للشباب لكي تنعكس إيجابيا على شخصية الشباب وصقلها وتطويرها بشكل متوازن لكي تحقق العملية التربوية أهدافها من خلال التعليم داخل الصف وخارج الصف وبمعنى آخر التعليم الرسمي واللا رسمي أو ما يسمى بالفورمل أند ننفورمل إديوكيشن لأنه تنتين يلعبوا دور أكيد في تطوير شخصية الشاب نعم هلأ شو الفئات العمرية عم نحكي نحن جائزة الحسن للشباب شو الفئات العمرية المستهدفة بهذه الجائزة الفئات العمرية هي من عمر 14 عام ولغاية 25 عام خلال هذه الفترة الزمنية يخبر الشباب ويخوض غمار التجربة في ميادين الوطن من خلال برامج الجائزة الأربعة وهي الخدمات والمهارات والرياضة والرحلات الاستكشافية هذه الجائزة لها ثلاثة مستويات البرونزية والفضية والذهبية جاءت هذه المستويات لتلبي الخصائص النمائية للشباب فابن الشاب الذي عمره 14 عام احتياجاته وخصائصه النمائية تختلف عن الشاب الجامعي الذي عمره 17 و18 عام لذلك راعت جائزة الحسن للشباب خصائص الشباب النمائية وأيضا تراعي الفروق الفردية لدى الشباب لأن الجائزة كل من يخوض غمارها يستطيع أن يستفيد منها وأن يحقق أهدافها الشخصية وأهدافها على المؤسسات في تطوير المؤسسات باختلاف أنواعها وأيضا هدفها العام لهو دفع تقدم المجتمع إلى الأمام بهمة الشباب وعملهم التطوعي في مجتمعهم طيب سمر هلأ بلق عدد المستفيدين أو المشاركين 55 ألف مشارك ومشاركة من كافة محافظات المملكة طيب كيف بتعلنوا عنها كيف بتستقطبوا هدول المشاركين والمشاركات نحن نستقطب الشباب والشابات من خلال طبعا وسائل الإعلام المشكورة وعبر السنوات الماضية أنا بوجه الشكر لوسائل الإعلام سواء كانت التلفزيون أو الصحف أو أيضا الرسائل اللي منبعتها لأصحاب القرار فهناك تواصل وثيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب سابقا والمجلس الأعلى للشباب حاليا والجامعات الأردنية فيتم من خلال عمدات شؤون طلبة في الجامعات والتربية والمجلس الأعلى للشباب الوصول إلى فئة الشباب فنحن جهة تقدم البرامج الشبابية وكل مؤسسة تستطيع أن تتبنى هذه البرامج لكي تفيد شبابها وتعمل على دمجهم بالمجتمع بشكل فاعل أكثر وأكثر هلأ هي مجالاتها أو برامجها بتكون فيه مهارات نشاط رياضي بعدين خدمة اجتماعية ورحلات استكشافية تطرح مرة بالسنة خلينا نحكي عنها يعني بتطرح وناخد مثال على واحدة من هدول إن شاء الله في بداية كل عام دراسي بداية العام دراسي إذا تنطرق شهر 9 خلينا نقول بواحد تسعة مثلا الفوج المشارك الآن هو فوج 2011 شاركوا من بداية واحد تسعة ولغاية تلاتين تمانية 2011 واحد تسعة 2010 ففي هذه السنة يقبل الشباب بالمشاركة يعني هم بدون يشوفوا الإعلانات اللي بتنزل بالصحف أو بالمشيك بالتلفزيون بتتصلوا أكيد دائما فيهم يعني أرقام هناك إعلام فاعل هم نفسهم الشباب اللي كمان بخبروا بعضهم فهذا إن الواحد عاش التجربة بيرجع بخبر أصحابه وبيتقدموا لهم طيب هلأ هو بيكون برنامج واضح خلينا نحكي بالزبط كيف بيكون كيف بعد ما يتم الإعلان عن البرنامج بتقدموا الشباب وهون في دور فاعل معلمي والمعلمات المدارس وإيضا عمدات شؤون طلبة زي ما حكيت ومشرفي المراكز الشبابية فبتم تدريب مجموعة أيضا من هؤلاء المرشدين أو المشرفين وهم كمان بدورهم بعرفوا الشباب بأهمية هاي الجائزة وكم هي مفيدة لهم كشباب يقبل عليها الشاب بعبي نموذج اشتراك وهذا النموذج الاشتراك بمثابة تخطيط زمني لرحلته مع الجائزة اهيك بيكون بنموذج الاشتراك فيه يعني دبعا فيه البرامج الأربعة فبيخطط للبرامج الأربعة متى بده ينجزهم وين بده يقدم خدمة وين بده يرعب رياضة هو لازم يعمل الأربع مجالات كلهم نعم والخدمات والمهارات والرياضة بيستطيع أنه يؤديها من خلال المدرسة وأما بالصيف رح يكون فيه فرصة للمعسكرات الصيفية وأيضا لمن لا يستطيع أن يشارك بالمعسكرات الصيفية هناك معسكرات شتوية الهدف تكامل البرامج اللي بتنعكس بشكل متوازن على شخصية الشباب بالتأكيد كل برنامج إلو هدف برنامج الخدمات بشجع هلأ أنتم تعطوهم غايدلاينز أو خطوط عريضة يتبعوها؟ هو أنه بدهم يختاروا أنواع البرامج الأربعة يعني مثلا من الخدمات شو بيعمل؟ طبعا المهارات تنمي الإبداع وبتعزز الموهب اللي عنده الشخص فممكن يختاروا الكمبيوتر كمهارة ممكن يختاروا الرسم أو الفلكلور أو الحوار يجب أن يقدم منتج من هذا الأوقات يجب أن يمارس هذه المهارة لفترة زمنية لا بإشراف مشرف عليه مختص في هذه المهارة من الجائزة نفسها؟ من الجائزة أو من مختلف مؤسسات المملكة أكيد تعاون فالجميع متطوعين في توطيد العلاقة ما بين الراشدين في المجتمع والمتعلمين والمثقفين وفتح جسور التعاون مع الشباب أنفسهم فعندما يشترك الشاب بالجائزة يحدد البرامج يتفق مع المشرفين على إنجاز هذه البرامج لذلك نحكي عن الجائزة هي فرصة وتحدي وإنجاز هي فرصة لشباب تتيحها المؤسسات الشبابية وقالوا لهم اقبلوا وتقدموا بالمشاركة بالجائزة التحدي الشخص يتحدى نفسه لأن هناك أوقات زمنية وبرامج ومتطلبات يجب أن يشارك بها ويرتقي إليها المشارك وبنهاية هناك إنجاز مشترك ما بين مين المشرفين اللي أشرفوا على الشباب فإنهم قدموا للوطن هذه المجموعة من الشباب المدربة المتعلمة القادرة على إنجاز ما تصب إليه فيصبح الشاب قادر على إنه بعد ما استفاد من الجائزة إنه يحدد هدفه بالحياة ويقدر يوصل له فيستطيع أن يشق حياته بالسلاسة وخبرة نعرف إحنا الشباب هنا عم نتفرج صور المعسكرات هدول يمكن الاستكشافية نعم هلأ على الشاشة في صور اللي عم نشوفهم زي فيديو بالمناسبة الشعار الجائزة أيضا هو الإنماء والانتماء هنا بدأت في مدرسة البكالوريا فكانت البداية موفقة جدا بالدعم الذي توفر من مدرسة البكالوريا عمان كإدارة ومعلمين وأيضا شباب مشاركين وبالمناسبة الفوج الأول اللي تخرج من مدرسة البكالوريا في الجائزة الذهبية لا يزالوا على تواصل مع مكتب الجائزة حتى الآن فهم رؤساء مجلس إدارة وهم دكاترة بالجامعات وأطباء مختصين ما أحلام من كافة محافظات المملكة نعم كانوا الخمسة الأوائل اللي انطلقوا من البكالوريا وانتشرت طبعا في كل محافظات المملكة وهناك خرجين من جميع أنحاء المملكة يعني هذول الخرجين صاروا هلأ دكاترة بالجامعات صاروا مدراء طبعا 27 سنة نعم ومعلمين في المدارس هذا هو الجيل اللي هلأ عم ببني الأردن هذا الجيل اللي هلأ عماله يعني حامل على كتافه ومسؤولية الجيل اللي بعده ومسؤولية الوطن نفسه واللي بميز شباب جائزة الحسن للشباب أنهم قادرين على الإنتاج هم مدربين وقادرين على الإنتاج عندما يتخرجوا من الجائزة ويصبحوا معلمين الهدف الأول بيحكوا لنا بمكتب الجائزة بدنا نأسس جائزة في مدرستنا فبيصير في عندهم مشاركين بالجائزة البرونزية يعني بمارسوا دور القيادة والإشراف أيضا بعد ما أنهوا خبرة والحصول على الجائزة وبعدين الفخار والشخصية المتميزة اللي بيكتسبوها الشباب يعني شيء بثلج الصدر صدقا وبيخلينا جدا متمسكين في هذا البرنامج اللي أراده اسمه الأمير الحسن أن يكون هدية مستدامة للشباب لكي يخدموا مجتمعهم ويخدموا أنفسهم لأنه هذه هي الرؤية يعني الرؤية لبعيدة المدى أنه الرؤية أنه هذول الشباب هم بدون يستلموا بيأمنوا بيشوفوا قديش هم استفادوا من هاي التجربة مؤمنين أنه لما هم يفتحوا نفس الجائزة بالمحلات اللي هم بيشتغلوا فيها قديم ممكن يطلعوا جيل وورا جيل عندهم هاي المهارات وهاي الخبرات بعدين الشيء الجميل قديش هم بكونوا سفراء شباب لبلدهم عند التواصل مع الدول التي تطبق الجائزة فهي حوالي 125 دولة تطبق الجائزة في جميع أنحاء العالم كل دولة تتبنى البرنامج تسميه باسمها ولكن هناك اتفاق دولي وتعاون دولي ما بين الجوائز الدولية فنحن نحرص دائما بأن يتواجد الشباب الأردني في تلك التجمعات العربية والأوروبية والدولية حتى يثبتوا للمجتمع بأنهم شباب نشامة يعني لأنهم يكانوا أصل الجائزة يعني الأصل هي انطلقت هون من الأردن هي الجائزة لا هي انطلقت بالزمنات من سنة 1956 من بريطانيا فالجائزة الأم هي جائزة دوق أدنبرا دوق أدنبرا سكيم في بريطانيا أسسها سمو الأمير فيليب وانتشرت إلى الدول كومنولث ومن ثم إلى دول العالم بأسره فانتشرت إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا نحن أول دولة عربية نحن أول دولة عربية تبنت البرنامج كبرنامج وطني وصدقا يعني لو لا حكمة ورؤية سمو الأمير الحسن الثاقبة لما طورت الجائزة بشكل وطني قيمها هاشمية تلبي احتياجات المجتمع الأردني وتسد بطموحات الشباب الأردني فهي جائزة أردنية حقيقية وليس جائزة مستوردة فترى الشباب يقدمون عليها بكل محبة وأيضا يستفيدوا من بعدها الدولي أيضا لأن الانفتاح العالمي والانفتاح المتوازن هو هدف للشباب أيضا في ثورة الاتصالات ومن الجميل جدا أن يتعاملوا الشباب مع زملائهم في أستراليا وفي أمريكا وهم خاضوا نفس التجربة وشيء جميل أنه الأردنيين عم ببيضوا الوجه هو المرحل طب كيف بتلاقي خلال مشوارك مع الجائزة كنت أول شي متطوعة في بدايتها كنت معلمة في البكالوريا وحاليا أنت رئيسة جائزة الحسن للشباب خلال هال 27 سنة شو لقيت بتنعكس مبادئ الجائزة على شخصيات المشاركين والمشاركات اللي هم بلغ عددهم 55 ألف طبعا الفائدة واضحة جدا فبيصيروا شباب معتمدين على أنفسهم أكثر من أول حيث بيكونوا متكلين على الأبوين وعلى الإخوة ويصبحوا معتمدين على نفسهم يستطيعوا أن يخوضوا غمار حياتهم الشخصية وأن يكونوا أيضا يعرفوا كيف يمسكوا زمام أمورهم يعني يعرفوا يقدروا النتائج اللي بمشوا فيها بحياتهم وأهم ما في الصفات اللي لحظتها على الشباب الحائزين على الجوائز اللي هم بكونوا فخرين بأنفسهم على ما حققوا وبتوجه هذا الإنجاز بعطاءهم وتواصل عطاءهم وعملهم التطوعي في جميع مؤسسات الوطن وليس فقط في مكتب جائزة الحسن للشباب فتريهم في مختلف أعمالهم منضبطين في أعمالهم بقدروا قيمة الوقت متعاونين مع زملائهم ويستطيعوا أنهم يتعاملوا كفريق وليس فقط كأفراد هذا الشيء جدا مهم يعني آلية العمل الجماعي وبنفس الوقت بتلاقي عندهم صفات القيادة في إنجاز أمور جديدة غير معتاد عليها في المجتمع فكل هذه الصفات يعني بيكتسبوها من خلال خبرتهم العملية في برامج الجائزة ومن خلال المشرفين والضباط العسكريين اللي كمان بيدربوهم خصوصا في برامج الرحلات والآن حاليا هناك برنامج رحلات مطبق في غابة الحسن في المعسكر الدائم لجائزة الحسن للشباب هذا المعسكر قدم من أمانة عمان الكبرى كهدية للجائزة في عيدها الفضي في اليوبيل الفضي فكل هذه الفرص والتجييع من جميع مؤسسات وفئات المجتمع وأيضا المسؤولين جعل هؤلاء الشباب نخبة يعني هؤلاء الشباب يعني يقتربوا من مرحلة الإبداع فجدا أنا فخورة فيهم وطبعا أتمنى أنه كلهم يظلهم متواصلين مع مكتب الجائزة ويظلهم دائما يعني متطوعين ومنتميين لبلدهم وينما بيكونوا هلأ الجائزة مثلا المعسكر اللي عم بصير بالصيف هل هو اللي انتسبوا للجائزة اللي شاركوا بالألفين وعشرة اللي هلأ بدون يتخرجوا نعم بفوج 2011 من واحد تسعة 2010 اسمه فوج 2011 فهلأ عم بكمل رحلات نعم هلأ الجائزة هي الفئة العمرية من 14 ل 25 مات وكثير منهم بالمدارس طب إذا المدرسة بشطرحة هاي الجائزة مثلا طالب عمره 14-15 سنة بمدرسة كيف ممكن ييجي للجائزة إذا هو مدرسته مش متبني الجائزة بقدر ييجي مثلا إحنا منلاحظ عندما تقترب العطلة الصيفية بصيروا يقدموا كأفراد فإحنا طبعا ما منفشل ولا أي شاب لأنه مكتبنا هو أنشئ لخدمة الشباب ولتطوير الشباب نستقبلهم كأفراد ومنتفق معاهم بس تفتح المدرسة هم يكونوا قادة شباب لتأسيس الجائزة في مدارسهم فبيجوا ببلشوا بشكل فردي بحضروا معنا المعسكرات ومنظرنا نتواصل معاهم مع إدارات مدارسهم لما تفتح المدرسة لتأسيس هاي الجائزة في المدرسة هم بتحدثوا عن خبرتهم أمام الطلبة وهكذا تبدأ يعني هلأ هو إفردي مثلا إجا ولاد عمره 15 سنة حكا معاكم ومدرسته مثلا مش متبنية الجائزة حكا هلأ أنتو تعطوه زي ورشة نحن بنعطيه توجيه أو إرشاد وتعريف وبعبي نموذج الاشتراك عادة بالصيف يعني بجوز إذا عنده هو مشترك بنوادي صيفية بقدر يلاقي مشرفين بس إذا مش مشارك بنوادي وهو إنسان يعني غير مقتدر ماديا فنرى أنه عند فتوح المدارس بستطيع أنه من خلال مدرسته تخدم هاي الهدف لأنه الجائزة غير مكلفة ماديا هلأ شو دور المدرسة بالزبط هون؟ دور المدرسة هي توفير اللجنة تشرف على هؤلاء الشباب في جائزة الحزب للشباب ضمن المعايير اللي أنتوا رح تعطيهم ياها بالزبط فإحنا منشجع المدرسة أنه يكون فيه منسق للجائزة من المعلمين أو المعلمات النشطين وبرضه كمان نتواصل أو نفس المعلم أو إدارة المدرسة تطرع المعلمين مين بحب يشرف على برنامج الخدمات ممكن يكون المرشد التربة واللي في المدرسة هو اللي يشرف على هذا البرنامج وأيضا مين اللي تخصصه رياضة بيشرف على برنامج الرياضة وبالصيف إحنا من نظم المعسكرات الصيفية بالتعاون مع القوات المسلحة ومديريتين الأمن العام والدفاع المدني ومندرب أيضا منسقين الجائزة ومشرفين البرامج نعمل دورات تدريبية ندربهم بشكل وطني في عنا أربع فرق وطنية أصبحت واضحة الملامح ودورها يؤدى بشكل كامل وهو فريق التعريف بالجائزة الوطنية فهناك فريق في جميع أنحاء المملكة يقوم بها المهمة في عنا فريق التقييم الوطني لبسينه البرامج بقيموهم وأيضا فريق الرحلات الاستكشافية الوطني فهذا الفريق أيضا من دربه نسميه فريق المغامرين ويساعدونا بالصيف بالإشراف على الطلاب أو الشباب المشاركين جنبا إلى جنب مع المدربين العسكريين أدى كان عدد المشاركين في فوج 2011 تقريبا أربع ألاف إلا خمسة واللي فازوا ثلاثمية اللي حصلوا على الجوائز نحن ما نستعمل لأنه هي الجائزة بفلسفتها غير تنافسية مع الآخرين ولكنها تنافسية مع الذات فعشان هيك فوز وخسارة ما نحكي فيه اللي حائزين على الجوائز ثلاثمية لا هدول المستوى البرونزي المستوى الذهبي ثلاثمية وحوالي ما يقارب التسعمية وخمسين اللي حصلوا على الجوائز البرونزية والفضية حلو هلأ كان في حفل تسليم هاي الجوائز كان بسبعة ستة لألفين وحداش رح منحب إحنا المرة الجاي نستضيف عدد من المتحدثين الشباب اللي تحدثوا في هاي المناسبة واللي كمان حازوا على الجائزة ونشوف منها كلمات لسمو الأمير حسان لأنه كانت كلمات كتير مؤثرة وكتير إحنا بحاجة بهذا الزمن لهاي الكلمات اللي كل ياتها فيها مخزون حكمة ورؤية نعم نستنعهم نتطلع أنه كل شبابنا يكونوا وعيين لهاي الكلمات نعم هذا الاحتفال كان صبغته مختلفة وليست احتفالية ركزت على الحوار مع الشباب ونحن سعيدين باستضافة الشباب المتحدثين وإن شاء الله في الحلقة القادمة بشرفنا نيجي على قناة رؤية والشكر الموصول لكم دائما ونتمنى لكم التوفيق شكرا سمر كلداني إذن أكيد في إلنا لقاء تاني الأسبوع الجاي منحب نستضيفكم نستضيف من المتحدثين بهذه المناسبة والحائزين على جائزة الحسن للشباب الفئة الذهبية مشيك؟ نعم ونشوف كمان صور ونسمع من كلمات سمو الأمير الحسن شكرا ست سمر كلداني مديرة جائزة الحسن للشباب شكرا فقراتنا مستمرة دنيا يا دنيا على شاشة رؤية أخليكم معنا